بتستخدم معلقة وبتحفر نفق طوله اكتر من خمسين متر وبتهرب من السجن ورئيس السجن اول ما بيشوفه بيتصدم وبيجيب المحلل عشان يحلل اللي بيحصل ده وبيقوله ان اكيد اللي حصل ده عن طريق معلقة وبتبدأ قصتنا في سجن من اخطر سجون العالم واللي بيكل البنات بس والبنت دي بيكون محكوم عليها بالسجن الابد الاكتر من خمسة وعشرين سنة وبتطلب انها تتحبس في زنزانة حبس انفراد والكل كان مستغرب من طلبها لكن البنت كان عندها خطة وبتحفر نفق بالمعلقة طوله اكتر من خمسين متر لمدة ست شهور والحصنة هزها ان الشباك بتاعها بيطل على جزيرة وكانت بترمي الرمال منه عشان ما حدش يشوفها وعشان تدار الفتحة اللي عملتها بتقطع ورق الكتاب اللي كانت بتقرؤه وبتلزق الفتحة كده عشان ما حدش يشوفها وبعد مدة اكتر من ست شهور بتكون انتهت تماما من حفر النفق ده وبتستغل يوم الاحتفال السنة والسجن ده وبتهرب منه يكون عادتهم كبير جدا ومحدش يلاحظ اختفاءها وده لان الكل بيكون مشغول بيوم الاحتفال ده واحد الجنود بيروح عشان يدهها الاكتر